كانوا هنا ملأوا الدنا مجداً وذكراً طيباً سلعاً خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا كانوا هنا ملأوا الدنا مجداً وذكراً طيباً سلعاً خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا السلام عليكم ورحمة الله من الصحابة اللي تركوا لنا آثار جميلة جداً عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه سيدنا عمر بن الجموح عندما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان زعيماً من زعماء مدينة يثرب وكان سيد بني سلم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كان سن سيدنا عمر بن الجموح في هذا التوقيت أكثر من ستين سنة يعني كان شيخاً كبيراً في السن ولما دعا سيدنا مصعب بن عمير الناس للدخول في دين الله عز وجل كان من أول من أسلم أولاد سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد وأسلمت زوجته كذلك والأولاد لما أسلموا بدأوا يدعو والدهم إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى حرصاً منهم على الخير له وكذلك زوجته بذلت كل ما تستطيع في سبيل أن يدخل عمر بن الجموح رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى وسيدنا عمر بن الجموح الذي أخر إسلامه أنه كان عنده صنم وده بالنسبة له الإله بتاعه فهو لا يأخذ قراراً حتى يستشير هذا الصنم وطبعاً لو فضل يستشير الصنم من هنا لغاية خمسين سنة قدام عمر الصنم ما حيرد عليه لأنه أصم وأبكم ولا يملك من الأمر شيء إن هي إلا أوثان صماء بكماء عمياء لا تنفع ولا تضر فده اللي أخر إسلام سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه لكن لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام دخل في دين الله عز وجل وأقبل على الإسلام وأقبل على تعلم الدين وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إقبال الضامئ على الماء في اليوم الشديد الحر المهم سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه كان من الناس الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعرز كان عنده عرز شديد رضي الله عنه في إحدى رجليه فسيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معلوم في غزوة بدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للقتال أصلا إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض عيرا لقريش ليعترض القافرة التي كان عليها أبو سفيان رضي الله عنه وده كان قبل إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد في الخروج وفذا اللي خل سيدنا عمر بن الجموح لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأنه كان ممن عذر الله سبحانه وتعالى فالذي عنده عرج هذا ممن عذر الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه السلام لم يعزم على أحد لأنه ما كان يعلم أنه سيقاتل صلى الله عليه وسلم وكذلك سيدنا عمر بن الجموح كان ممن عذر الله سبحانه وتعالى حتى لو كان فيه قتال فعلا فلذلك لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدل ولما بأى الموضوع في غزوة بدل انقلب إلى معركة وكان أمر عظيم جدا بين المسلمين وبين المشركين سيدنا عمر بن الجموح رد جل الله عنه حزنة لهذا الأمر لما كانت غزوة أحد سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه عزم على أن يخرج في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فأولاده كلموه يعني عرفوا أنه هو معذور أنه هو أعرج وأن الله أستوى جل عذره فكيف يخرج في الجهاد بهذا العرج الذي قد تسبب بالنسبة كبيرة جدا في أن يقتل فسيدنا عمر بن الجموح أصر على أن يخرج للجهاد في سبيل الله فأولاده بدأوا معاه عوزين يمنعون أنه يخرج في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى فسيدنا عمر بن الجموح رح للنبي صلى الله عليه وسلم وشك له من أولادي قال يا رسول الله إن أبناء هؤلاء يريدون أن يمنعون للجهاد في سبيل الله ويزعمون أني أعرج وإني يا رسول الله لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة هو بيقول له أنا عرف أن أنا عندي عرج وأن الله عذرني لكن أنا عاوز أخرج وقاتل في سبيل الله يا رسول الله ولعلي أنال الشهادة فأطأ بعرجتي هذه الجنة سبحان الله العظيم كلما بقرأ موقف سيدنا عمر بن الجموح رجل الله عنه بقول لنفسي طب أنت عذرك إيه عند الله سبحانه وتعالى أن تسبق إلى الله سبحانه وتعالى يعني بقول لنفسي أنت ليه تسبق إلى الله سبحانه وتعالى هل عندك عذر أن فلان يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى هل عندك عرج هل عندك عمى هل عندك مرض بقول ليه أنا أسبق إلى الله سبحانه وتعالى اللي نقصني علشان فلان يسبقني إلى الله سبحانه وتعالى وانت ايه اللي نقصك علشان فلان يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى لما بسأل نفس الاسئلة دي برجع وأقول هي الهمم في ناس بتبحث عن الفرص اللي تقترب من الله سبحانه وتعالى في نفس التوقيت اللي في ناس بتبحث عن الأعذار حتى تتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فالموضوع موضوع همم سيدنا عمر بن الجموح كان أعرج نعم لكن كانت عنده همة تناطح السحاب يريد أن يطأ بعرجته الجنة وهذا يدل على علو همته رضي الله عنه فما عذرنا عند الله سبحانه وتعالى يعني في تقصيرنا في حقه سبحانه وتعالى وفي حق خدمة دينة كل واحد من دين يجواب على نفسه في الحقيقة لن تجد لنا إلا ضعف الهمة ضعف الهمة وضعف اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى المهم سيدنا عمر بن الجموح أن يسعى سلم أذن له في أن يخرج إلى غزوة أحد في يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد سيدنا عمر بن الجموح رضي الله عنه وادع زوجته وداع المفارق الذي لن يعود يعني هو طالع أصلا من بيته ونفسه وما يرجعش ثم استقبل القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى بيتي خائبة سبحان الله العظيم كان يظن أنه لو لم يوفق للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وعاد لبيته فأنه بذلك يكون قد عاد خائبا وهذا يدل على صدق نيته رضي الله عنه ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم انطلق معه الصحابة رضي الله عنهم لملاقات الأعداء كان في طليعة القوم سيدنا عمر بن الجموح ومعه أولاده الثلاثة معوذ ومعاز وخلات ولما التحم الصفان وبدأت المعركة بين المسلمين وبين المشركين قاتل سيدنا عمر بن الجموح بعرجته هذا قتالا شديدا ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا حتى رزقه الله سبحانه وتعالى الشهادة ورزق ولده خلات كذلك الشهادة فمات سيدنا عمر بن الجموح شهيدا مقبلا غير مدبر في سبيل الله سبحانه وتعالى ومات معه ولده خلات رضي الله عنه وهذا يدلنا على أن من صدق الله سبحانه وتعالى صدق الله معه وإنا لنرجو أن يطأ بعرجته هذه الجنة كما سأل الله سبحانه وتعالى ذلك وإنا لنرجو أن يجمعنا الله عز وجل به في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة رضي الله عن عمر بن الجموح ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تركوا لنا آثارا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا من مثلهم أجدادنا شمس أباتا تغربا أهل العطى أهل البناء الفاتحونا نجبا كن مثل ما كانوا لنا ضوءا وغيتا صيبا افخر بهم إذ غيرنا كما عش فيهم أجبا كانوا هنا ملا